موسيقى مجلز لعمل أخباراتكم من الاقتصادية الأولى أهلا بكم بداية كشف وزير وتجارة وترقية صدرات كمال رزيق عن تصدير 600 ألف لتر من زيت الزيتون نحو 19 بلداً عن طريق 78 مصدراً بقيمة 2 مليون دولار واعتبر رزيق في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح الأبواب الوطنية لتصدير زيت الزيتون بمقر وكالة الجيكس اعتبر أن الأرقام المحصلة غير كافية ودون المستوى إذا ما تم مقارنتها بما تسخر به بلادنا من خيرات في هذه الشعبة عبر مختلف ربع الوطن في موضوع أخر قال وزير الصناعة أحمد زغدار أنه سيتم إعادة بعث نشاط مصنع أنبيب الغاز بتبسة الذي كان تابعاً للمجمع العمومي إمتال وأوضح زغدار خلال زيارة له للمصنع بولاية تبسة أوضح أنه يتم حالياً دراسة مسألة إعادة إنعاش وبعث هذا المصنع من جديد إذ تجري محادثات ومفاوضات مع البنك الجزائري الخارجي لدراسة هذه المسألة والوصول لحل نهائي ودائم بشأن هذا المصنع كشفت مديرة وتلخيص على مستوى المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية إيمان سنغاد عن عدد المناصب المالية الإضافية التي تم فتحها ضمن قانون المالية لسنة 2023 وقالت إيمان سنغاد أن قانون المالية لهذه السنة قد فتح 36 ألف منصباً مالياً إضافي عبر ولاية الوطن وأرجعت ذات المسؤولة الأثر المالية على الميزانية ناتج عن تعديل شبكة الاستدلالية التي تمت من أجل معالجة أنظمة رواتب المنظمين أو الموظفين التي تمت ابتداء من شهر أبريل من العام الماضي وفي السياحة تبحث وزير القطاع يسين حمادي أمساً الثنين مع سفيرة السودان بالجزائر نادية محمد خير عثمان تبحث الفرص المتاحة لدعم التعاون بين البلدين في مجال السياحة والصناعة التقليدية حسب ما أفاد به بيان للوزارة وأوضح ذات المصدر أن الطرفين أكدوا أهمية تكثيف الجهود لاستكمال الصيغة النهائية للبرنامج التنفيذية المنبثق عن مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين وكذا دور هذا البرنامج في الدفع بالعلاقات الثنائية في المجال السياحي كشف وزير وتعليم العلي والبحث العلمي كمال بداري أن سنة 2023 ستكون سنة للذكاء الاصطناعي من خلال تقديم عروض تكوين جديدة تخص الذكاء الاصطناعي وذلك خلال إشرافه اليوم الثلاثاء على مرسم إعلان 2023 سنة للذكاء الاصطناعي في موضوع آخر أطلقت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء عرضا ترويجيا لرحلات أو للرحلات نحو فرنسا بأسعار مغرية ويخص هذا العرض حسب بيان الشركة تخفضات على تذاكر الذهب فقط من فرنسا نحو الجزائر وتذاكر جانت باريس جانت وأشار المصدر ذاته إلى أن العرض يخص التذاكر المقتنات قبل الواحد وثلاثين جونفي الفين وثلاثا وعشرين والرحلات المبرمجة إلى غاية الخامس والعشرين مارس من سنة الجارية تراجعت أسعار النفط في التعاملات المباكرة ثلاثاء وتخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطية الفيدرالية المتعلقة برفع الفائدة لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود وبحلول ساعة الخامسة بتوقيت جرينيشن خفضت العقود الآجلة لخام براند تسليم مارس تسعة واربعين سنة أو ما يعادل سفر فاصل ستة في المائة إلى تسعة وسبعين فاصل ستة عشر دولارا للبرميلة وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسعة وثلاثين سنة أو سفر فاصل خمسة في المائة إلى أربع وسبعين فاصل أربع وعشر دولارا للبرميلة أعلنت المملكة العربية السعودية أنها ستسمح للمسلمين بأداء فريضة الحج هذا العام من دون أي قيود على عدد الحجاج وأعمارهم وتهدف خطة ولي العهد محمد بن سلمان إلى زيادة طاقة العمر والحج إلى ثلاثين مليون حج سنويا والحصول بذلك على عائدات تبلغ ثلاثة عشر فاصل اثنين وثلاثين مليار دولار سنة الفين وثلاثين دوليا أظهرت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبعة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء أن تضخم أسعار الاستهلاك في المدن قد ارتفع إلى واحد وعشرين فاصل ثلاثة في المئة في ديسمبر على الأساس سنوي مقابل ثمانية عشر فاصل سبعة في المئة في شهر نوفمبر وهو ما يفوق توقعات المحللين ومعدل التضخم في ديسمبر هو الأعلى منذ ديسمبر الفين وسبعة عشر عندما بلغ واحد وعشرين فاصل تسعة في المئة ويأتي ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في المدن بعد خفض لقيمة العملة المحلية في أكتوبر ووسط قيود مستمرة على الواردات وفي الرياضة حددت الاتحادية الجزارية لكرة القدم الفاف موعد انطلاق فترة الانتقالات الشتوية بالنسبة للعبين الذين ينشطون في بضولة الهوات وكشفت عن ذلك عبر الموقع الرسمي للفاف حينما أكدت أنها ستنطلق يوم العشر من جنوبي وتنتهي في العشرين فيفري موعد إصدال السطار كما قالت فترة التحويلات ستكون معنية بها كل الفرق التي تنشط في بضولة الهوات والقسم الثاني إلى جانب الرابطات الجهوية وعبر الولايات نهاية المجز في أمان الله اشتركوا في القناة